كرنيه العضوية أول رقمين من اليمين لو أنا مش محتاجة روح أسأل على لجنتي طبعا الكشوف متعلقة كل لجنة فيها الأسماء اللي اليوم حق التصويت كرنيه العضوية أول رقمين من اليمين ده رقم اللجنة ده رقم اللجنة وكمان إحنا عملنا حاجة كويسة في الحقيقة برضو بتيسيرا على الأعضاء أنت حضرتك لو حتى مش قادر توصل من الأرقام اللي موجودة زي ما حضرتك ذكرت الكرنيه موجود في أول أرقام وموجود بيعكس رقم اللجنة بتاعت حضرتك لجنة واحد هتلاقي مكتوب شرطة واحد أول رقم لجنة اتنين هكذا لجنة تلاتة وخمسين سبعتاشر خمسة وخمسين مية تنين وعشرين لأن احنا عندنا مية ستة وخمسين لجنة عندنا مية ستة وخمسين لجنة وإحنا عاملين كمان الخيمة الانتخابية تتسع مية وستين لجنة لأن احنا كنا عاملين احتياطي لأن اللايحة بتاعت النظام الأساسي برضو واحد يقول أنتوا عاملينها مية وستين ليه ومية ستة وخمسين لجنة احنا كنا عاملين وإحنا بنصمم الخيمة مية وستين لأن كتدراسات اللي عندنا بتقول أن النظام الأساسي بيسمح للناس اللي سددت قبل موعد الإنقاذ الجمعية بخمستاشر يوم يحق لهم التصويت فاحنا كنا بنقول يعني نوصل قبل خمستاشر يوم مية وستين لجنة لكن اللي صوت فعليا وحط أصواته قبل خمستاشر يوم مية وستة وخمسين لجنة فدولة ان شاء الله يبقوا موجودين احنا عاملين كمان نقاط استعلام في الجزيرة ونقاط استعلام في مدينة نصر ولقاط استعلام في الشيخ زيد بحيث تتوجه على طول هتسأل الأخي اللي موجود في نقطة الاستعلام عن لجنتك هيقول لحضرتك لجنتك سيادتك رقم كذا بتتفضل حضرتك مشكور تروح عليها مباشرة وتبدأ عمليات التصويت كمان احنا في الحقيقة قيمة عضو النادي الأهلي قيمة كبيرة وقيمة صوته قيمة عظيمة يمكن قلنا يمكن كنت يعني الكابتر محمود دايما يقول صوتك أكبر من ألف صوت يعني فانت لازم تبقى حريص طبعا بتعبر عن كم ألف مشاجه عشان كده احنا بنبقى حرسين ان الصوت ده بقيمته الكبيرة دي بنبقى حرسين انه يبقى لونة زاهة وشفافية كبيرة جدا 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 احنا اول نادي في مصر هيستخدم ان شاء الله يوم الجمعة الحبر السري من الهيئة المصرية للكيمياء وهنا اسمحلي أنا على الهوى اوجه لهم كل الشكر والتقدير في الحقيقة انه هم دون الكمية اللي احنا عايزينها كلها في الحقيقة وباستجابة سريعة جدا جدا تقديرا لقيمة ومكانة النادي الأهلي ويمكن أنا عايز يعني برضو ده حاجات بتخلينا فخورين بالجمعية العمومية بتاعتنا فخورين بصوت الجمعية العمومية بتاعتنا وبعضو النادي الأهلي لما تلاقي المؤسسات نفسها بتديك هذا التقدير وهذا الإنجاز السريع تقديرا لعضو النادي الأهلي وأن قيمة انتخابات النادي الأهلي هي قيمة غير عادية قيمة الأندية أنا بعمل كده كنت ببص كده حاجة من قيمة يومين بحلل تأثير الاقتصاد الجمعية العمومية لنادي الأهلي على الإعلام على الإعلام على الإعلام شوف حضرتك كل المنصات الإعلامية بصرف النظر عن السادة الزمل الموقرين المرشحين اللي هم أعضاء جمعية عمومية شوف حضرتك كل المنصة الإعلامية اللي احنا بنفتخر بيها منصة القناة النادي الأهلي شوف حضرتك لما تخصص فترة من بداية هذا الشهر لحد يوم 26 فيه محتوى بيطلع عن الجمعيات العمومية انت بتوسق تاريخ الجمعيات العمومية شوف الخنوات الأخرى الزملاء الأفاضل في كل المنصات الإعلامية شوف حجم الانتشار بتاع أعضاء المرشحين للجمعية بيخلقوا محتوى شوف عدد ساعات المشاهدة وعدد ساعات المتابعة للسادة المرشحين وحواراتهم ده موضوع اقتصادي بحث شوف الرسائل الاستغلال الإعلاني الإعلاني لتواجد مرشحين على كل المنصات الإعلامية لا النادي الأهلي حاجة تانية النادي الأهلي ممكن فيه طبعا كل الاحترام والتقدير الكامل لكل الأندية المصرية احنا بنحترمها جدا ويمكن عندنا يعني لكن لنا بنتكلم على الأهلي علاقات راقية معهم لكن شوف النادي الأهلي بعظمته بعظم الجمعية العمومية قدي وسائل الإعلام كلها الشهر اللي فات ده بتصديف مرشحيننا حتى يوصلوا رسائله طيب يعني حبر سري واستخدامه في ايه استخدامه في أن العضو يتأكد من صاحب البصمة دي هو عضو النادي الأهلي بكل إجراءات عشان نضمن سلامة ونزاهة كل مكان فيه سلامة ونزاهة للجمعية العمومية كل مكانة الشفافية بتتحقق كل مكانة النادي الأهلي لما بيروح أي مكان هو أفضل مؤسسة رياضية عربية صحة الانعقاد يوم الجمعة حضور خمس تلاف عضو أو عشرة في المية أيهم أقل في الحقيقة الانعقاد النظام الأساسي بيسمح للجمعية العمومية أن فيه اجتماع أول بنسميه اجتماع أول وده بيبقى في اليوم الأول وفي الغالب في الحقيقة عمليا لا يكتمل ما بيكتملش لأنه لازم خمسين في المية زائد واحد وإحنا عندنا عدد الأعضاء اللي لهم حق التصويت في هذه الجمعية العمومية الموقرة 181.850 صوت على ما أتذكر فإحنا يعني معناها أنك عايز أكتر من 181.850 صوت دولة اللهم حق التصويت في يوم الأول عايز النص زائد واحد فعايز النص زائد واحد مستحيل عملية فيعني ده بيبقى كمان يوم خميس والناس بتبقى موجودة في أعمالها الجمعة خمس ثلاثة الجمعة هو الانعقاد التاني الانعقاد الاجتماع الآخر والنظام الأساسي عشان احنا برضو حرسين أن احنا نستخدم المسميات بتاعت النظام الأساسي لأن ده انت عارف النواحي القانونية والنادي الأهلي في الحقيقة يمكن الفترة الماضي احنا كنا حرسين على الحماية القانونية للجمعية العمومية بكل الطرق القانونية في الجزئية دي بقى دكتور اشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة احنا في الحقيقة عندنا كل اللي جان عليها مشرف من هيئة قضايا الدولة ايضا موجود معه ناس من الجهة الإدارية بس على كل لجنة قاضي موجود من هيئة قضايا الدولة قاضي على كل صندوق قاضي على كل صندوق في الحقيقة ده كمان احنا كنا حرسين عليه والسادة القضاء الموقرين في الاجتماع يوم الخميس يعني في الحقيقة هم نفسهم احنا استشعرنا منهم التقدير الكامل للنادي الأهلي وجمعية العمومية وقد ايه هم شايفين النادي الأهلي حاجة مختلفة جدا 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 فاحنا حرسين على الموضوع ده بشكل كبير تم طبع استمارات التصويت بعد الحكم القضاء الاخير للإدارية العليا طبعا احنا انتظرنا في الحقيقة لآخر لحظة لان كان النادي الأهلي وفي الحقيقة لمجلس الإدارة الموقر وبعدين برضو انا يمكن المشاهدين الخرام لما اتكلم على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة وفقا لنظامنا الأساسي هو اللي بيدير النادي الأهلي لحين انتهاء الجمعية العمومية واستلام مجلس إدارة جديد حتى لا يفهم البعض إنه ده تسكية الحد لا 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 ده الدور اللي بتدير لا يحاق ورئيس رئيس الجمعية العمومية هو رئيس مجلس إدارة النادي باعتباره منتخب من الجمعية باعتباره مدته تنتهي بانتهاء انعقاد الجمعية وهو الذي يقود الجمعية بس برضو يعني دايما احنا النادي الأهلي يبقى دايما احنا قيامنا واضحة وقيامنا تتميز بالعدالة والنزاة والشفافية في الحقيقة إنه رئيس النادي هو رئيس الجمعية العمومية لحين إعلان النتيجة وتسليم المجلس ده شيء أساسي عندنا في الحقيقة هنا بقى كان في حرص شديد على إن احنا ناخد كل الإجراءات القانونية الكفيلة اللي بتضمن صحة الانعقاد الجمعية العمومية كنا حريصين احنا كمان يمكن النادي الأهلي كان حريص جدا 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 على إنه يدي الفرصة للدكتور وليد الفيل ويحترم الأحكام القضاء وده مبدأ أساسي عندنا يعني احنا النادي الأهلي استشكلنا لتنفيذ حكم الدكتور وليد الفيل بإدراجه في استمارات الترشح وعلى الجانب الآخر أيضا نحترم القانون اللي هو قانون 2017 اللي بيمنح الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة الأولمبية اللي فوضت وزارة الرياضة في الإشراف على الانتخابات واعتماد استمارات الترشح فكان لازم نقدر نعمل هذا الاحترام القانوني الكامل فصدر مبارح الحكم الخاص بحفظ أو عدم تنفيذ القرار بتاع المحكمة الموقرة وبالتالي احنا طبعنا مبارح نخارجين من النادي النهاردة الصبح الساعة يعني في حدود السبع صباحا الجهاز المشرف ختمنا جميع الاستمارات وهنا برضو أنا بوجه الشكر والتقدير لمدريت شباب الرياضة القائرة في الحقيقة كل الزمل الموظفين كانوا موجودين صهروا معانا اليوم كامل في الحقيقة وختمنا كل الاستمارات التصويت في الحقيقة سواء كان لليوم الأول أو لليوم الآخر اللي هو يبقى يوم الجمعة إن شاء الله دي نقطة مهمة جدا للدكتور سعد بيقولها أنه كان النادي الأهلي أولا حريص على انفاذ القانون تنفيذ الحكم الصادر للدكتور وليد الفيل تمكينه من إضافة اسمه وإدراج ترشيحه في استمارة التصويت وكشوف المرشحين بل أنه النادي الأهلي من حرصه على انفاذ هذا الحكم الصادر سعى للي استشكال عشان يمكن العضو من أنه يسجل نفسه ورفض الطعن على الحكم الصادر لكن كان وزارة الشباب والرياضة قدمت الطعن أمام الإدارية العليا صادر هذا الحكم بإلغاء الحكم الأول وبالتالي لم يتم إدراج اسم الدكتور وليد الفيل تنفيذا لحكم الإدارية العليا واحتراما لأحكام القضاء